في أسطورة إغريقية قديمة بتحكي عن الإلهة أيوس كانت علاقتها الغرامية كتير لحد لما سمعت عنها أفرودت ورمت عليها لعنة اللعنة دي كانت إن هي تفضل طول عمرها تقع دايماً في حب البشر الفانيين ودي طبعاً مشكلة لأن هي كل ما تحب إنسان بيموت وهي إلهة فعلا وقعت في حب تيوتونوس دا كان أمير ترواضا دا كان شاب جداً وسيم يعني ورح واخدها معاه الأصر بتاعه وعاشوا مع بعض بسعادة لحد لما افتقلت حاجة مهمة إن البشر ما عندهمش حياة أبدية وإن مصير حبيبها دا هو الموت فراحت للإله زيوس وقالت له من فضلك دع حبيبي ثيونيوس يعيش إلى الأبد فعاشت معاه السنين كمان لحد لما المصير الطبيعي لأي بشري يحصل وهو التقدم في العمر فماشي هو هييش فترة طويلة وكل حاجة بس تجعيد بدأت تبان ملامحه بدأت تتغير شعر أبيض العضلات بتتقلص مع انحناء الظهر لحد لما قيص شافت محبوبها بيحصل له كده اتكرت إن هي طلبت الحياة الأبدية بس البشر مش معمولين عشان يعيشوا حياة أبدية فثابته وراحت لشباب تانيين تعمل معهم نفس الموضوع ولكن هي نسية حاجة مهمة البشر مش عايزين الخلود ولكن هم عايزين النهاية الطبيعية للحياة خصوصاً إن كل يوم الإنسان بيبص على نفسه وهو بيفقد صحته أكتر وأكتر وإيوس متقلقة بنور الفجر تباهد للشباب المسكين الشاب اللي احنا اتكلمنا عليه أول واحد الأمير ده فضل يضعف ويتقلص ويتقلص لحد لما بقى في حجم العنبة بالنسبة للمثالجة الغرقية أكتر دعوة بندعيها لنفسنا وغيرنا هي العمر الطويل يعني مين فينا ما بيتجرحش هو بيشوف أهله بيكبره في السن وعلامات التقدم في العمر بيبدأ تظهر عليهم مع تحول حياتهم من القوة للضعف الجسدي دي حقيقة الحياة ومع مرور الوقت الناس لما بتكبر قدراتهم بترجع لنفس القدرات بتاعتهم لما كانوا أطفال نفس احتياجات الصغار من الأكل الشرب دخول الحمام والحركة بس تفتكر لو فضلت عايش سنين طويلة لحد مثلا لما توصل 150 سنة انت كده هتكون سعيد الحقيقة ان البشر أعمرهم دلوقتي أطول من 3000 سنة فاتت وده بالنسبة علشان يعني ان أمراض كتيرة بقى لها العلاج بقى في عندنا الباكسين وكمان يعني ما بقاش فيه حروب كل خمس دقائق ففيه أرواح كتيرة تم انقاذها ممان انت دلوقتي يعني بتقيس النجاح بتاعك بانك ما بين سن العشرين والتلاتين تكون متجوز وعندك بيت وشغال حبيبي من 3000 سنة معيار النجاح هو انك تعدي سن العشرين بس انت لو عديت سن العشرين كده يبقى مشاء الله عليه بجد مشاء الله هي مادت والله هي مادت هي مادت العلماء لما يحبوا يعملوا تجارب على الحيوانات واختبارات وكده بيكونوا عايزين يخلوا الاختبارات دي حاجة برضو تنطبق على البشر ويعني الحيوان اللي هيعملوا عليه التجربة دي هيديلك نفس النتيجة اللي تقدر مع كده تطبقها للبشر فعشان كده بينقوا القدرات المماثلة على سبيل المثال تعال نجيب مراية نوقف قدامها حيوان من الثدييات زي الارد ونحط علامة على وشه بلون مميز فلما يبص على الناسه في المراية هتلاقيه بيدي ردة فعل يعني بيفرقها بيهده بيتلاقيه بيحس ان لأ فيه حاجة غلط بيعرف نفسه وبيكتشف ان فيه حاجة غلط ولكن ماذا لو ما عملش اي ردة فعل مفيش استجابة الحقيقة هي دراسات سلوك الحيوانات وبعد كده لما تقارنها مع الانسان بنلاحظ ان فيه تشابهات في العمليات البيولوجية ما بين كل طرف يعني بقى ايوة الحيوانات تنين بيحبوا يأكلوا بيحبوا يناموا بيحبوا يشربوا بيحبوا التكاثر زي البشر ولكن فيه حاجة واحدة بس مش قادرين نلاقي ليها تفسير منطقي وهي انها لو شفنا الفيديو اللي زي ده لولادة حيوان يعني اي حيوان هنلاحظ ان مش بيحتاج رعاية زي اللي الانسان بيحتاجها تحذير يعني تحذير عشان هنشرح بزيادة دلوقتي ففيه مشاهد صعبة هيتم عرضها تمام خلي بالكم ده فيديو لزرافة بتولد وده فيديو لدولفين بتولد وده فيديو لقطة بتولد عارف عارف ان المشاهد دي صعبة ولكن اي هي الحاجة اللي انتوا لحظتوها هنا بعد ما بيتم الولادة مفيش اقل من خمس دائب الكتير والمولود الجديد يعني اللي هو لسه يدوعك وصل للعالم بيقوم بيمشي يعني ما فيش اي مشكلة بيبص للناس اللي حواليه كده بيعرف وكده بيشوف امه فبيروح لأمه علشان يرضع وبيتعامل يعني مين ولا قادر يعمل اي حاجة هو عنده خمس شهور خمس شهور خمس شهور خمس شه اوه بس كيوت اوه بس كيوت وهنا نسأل سؤال مهم ازاي الانسان على الرغم من ضعفه الغير عادي قدر يعيش الاف الاف السنين دي من غير ما ينقرق البشر كانت ضعيفة بكل بساطة انت مش قوي من الناحية الجثمانية مش هتقدر تصمد ديقتين قدام غوريلا اللي هم سديات ومعاك في نفس التصنيف المملكة الحيوانية وريبين منك في حاجات كتير بس لا انت تقداني نص دقيقة متقدرش تقف قدام الغوريلا فيها بس الحقيقة هي ان جملة ان اطفال البشريين بيحتاجوا رعاية زيادة عن الحيوانات التانية برضو دي يعني مش حاجة صحيحة 100% لان الحوار ده مش خاص بالبشر برضو فيه حيوانات اطفالهم بيحتاجوا رعاية في بدايتهم ولكن الحاجة اللي بتساعدنا احنا كبشر في الاستمرار هي الرعاية دي من سن صغير لان صغار البشر بيكونش عندهم موعي كامل اول لما يتولده طفل صغير لما يعرف يمشي شويتين كده ممكن يروح يقف قدام عربية ممكن يحط ييده في النار ممكن يتفرج على تيك توك لسمح الله علشان هو لسه مش فاهم الخطر اللي حواليه وده السبب اللي بيخلينا نعتني بهذا الصغير لحد لما يتكون عنده الحاجة اللي احنا بنسميها العقل وبسبب وجود هذا العقل او الوعي الذاتي العالي او كبر حجم المخ مقارنة بالحيوانات التانية او وجود صوابع الابهام اللي عندنا او فكرة انا موجود يعني البشر هم عارفين ان هم موجودين بص سميها زي ما انت عاوز تسميها الشيء ده هو اللي خلانا نقعد فوق المملكة الحيوانية ونكون اخطر حيوان على هذا الكوت بل كل بساطة احنا بنسخر العالم ده علشان يجي على مزاجنا بص يعني كله بتمنه ماشي يعني احنا كبشر بنكون في ضروة قوتنا في فترة الشباب على العكس تماما عن فترة الكبولة والشيخوخة خلايا جسمنا بيجي الهوات وتبقى خارج الخد ودي حاجة بنشارك فيها بعض الحيوانات ولكن في حيوانات تانية دورة الحياة بتاعتهم بتكون مختلفة ما بتكونش ضعف قوة ضعف زي عندنا ممكن تكون ضعف قليل قوة كتير بعد كده شوية ضعف وموت كله بتمنه النافذة بتاعتنا اصغر بكتير وفي الوقت الحالي بنقضي الفترة دي في محاولات غش الموت الفيديو تاني والبحث عن طريقة علشان نطول حياتنا نفضل مدة اطول جوا فترة الشباب بس هل احنا فعلا عاوزين كده؟ افتكروا القصة اللي قلناها في البداية مع خلودك هتفقد المعنى وهتفضل عايش جوا عذاب غير منتهم وأظن ان معظم البشر يفضلوا يعيشوا الحياة الطبيعية بتاعتهم عن انهم يبطلوا جوا دوامة غير منتهية لحد لما يتحولوا لعنى شكرا عزيزان مشاهدين على متابعتكم ووصلكم لنهاية الفيديو لا تنسوش تعمل لايك على الفيديو لان هذا فعلا بيساعد وتأكيدوا ان انتم مشتركين في القناة ومشغلين التنبيهات لو عندكم سؤال معين حاجة كده هو عندكم فضول لها ممكن تسيبوها في الكومنتات بتاعت الفيديو وممكن نحاول نعمل عليها فيديو لفانتمات نشرح الموضوع ده وتأكيدوا برضه ان انتم عملين اللي فولو على الانستجرام في حاجات خطيرة بتنزل هناك شكرا مرة تانية على متابعتكم والفانتمات مستمع سلام